بسم الله الرحمن الرحيم أهلاً بالكرام إخواننا المهتمين بشؤون زراعة الخضر والبيوت المحمية أهلاً وسهلاً بحضراتكم والنهاردة بنسأل سؤال هل هناك صعوبة في نجاح البيوت المحمية؟ أو هل هناك صعوبة في نجاح مشروع البيوت المحمية؟ في الحقيقة أنت بعد ما تسمع الفيديو دهوت وتخلصه للآخر لأن الموضوع متشعب وممكن يزيد كمان عن الفيديو دهوت ويبقى فيه فيديو آخر تمام؟ فلابد أن حضرتك تعرف أن فيه ممكن يكون فيه صعوبة وصعوبة كبيرة جداً في النجاح وممكن الأمور لو أنت خدتها بتخطيط علم سليم وطلعت السلم درجة درجة كده هتلاقي أمورك كويسة جداً وتلاقي معاك الموضوع سهل وبسيط خالص تمام؟ أول حاجة علشان أشتري بيوت محمية أو أبدأ أفكر فيه أن أنا أنشئ مشروع بيوت محمية أول حاجة لازم أفكر فيها جماعة حاجتين المية și الطربة المية والطربة الطربة والمية الطربة والمية دول خمسين فى المية من نجاح البيوت المحمية دول العاملين دول عليهم خمسين فى المية من النجاح لدي طربة كويسة وعند مية كويسة الأمور له دي تمام؟ ما عندش أي مشكلة خاطص تمام؟ مية وطربة الصيل ولوطر الصي Tasman الوطر. تمام? ده اتنين. المية والطربة والطربة والمية. دول النهاردة لو عايز اعمل مشروع بيوت محمية فالمية عندي المفروض ما تزيدش عن خمسمية ستمية. امورة كويسة خالص. تمام? لو عندك الارض رملية ممكن تكون السبعمية التمنمية. ده اقصى ما عندك ده لو ما عندكش تربة يعني. تمام? سبعمية تمنمية. تمام? طيب. الامتة لو انا عندي ارض رملية ممكن تكون سبعمية تمنمية تبليه. لان الارض الطينية بتحتفز بالمية. واللي بتحتفز بالمية اكيد بتحتفز بالاملاح. القصة مش هننا قلوه مرة واثنين وتلاتة وسنة واثنين. لا. القصة ان يا جماعة لما احنا بنسق مية فيها املاح. الطين اساسا بيحتفز بالمية. لان المية اللي بتنزل اساسا القطاع الارضي بتروح لتلات حاجات المفروض يعني. تمام? ومش عايزين نتعمق قوي. اول حاجة النبات بيمتص جزء. بس بيمتص جزء كويس. ومن بعد كده المية بتتبخر. اللي بتبخر المية ما بتبخرش الاملاح خالص. يعني المية بتتبخر من سطح التربة اللي انت راوتها وبتفضل الاملاح. وبعد كده في جزء من المية دي بروح في مية الصرف. تمام? ايا كان الحال انا بضيف مية فيها املاح كتيرة تمام? وبضيف اسمدة كل ده ازا الجماعة بزود لي قصة التمليح سنة عن سنة. فالاراضي الطينية بتحتفظ بالاملاح دي بتحتفظ بالمية. الاراضي الرملية بتنزل على طول اللي تحت بتتغسل كتير منها في مية الصرف والامور بتبع كويسة جدا. اه الاراضي الكلسية ما عنديش اساسا اي مشكلة فيها. ليه? الاراضي الكلسية اقدر عليها بالمادة العضية. لو ضيفت مادة عدوية كويسة. وبالمعاملات الزراعية الكويسة. وبالمادة العضوية زي ما قلت بالاحماض ومباراة برنامج التسميد انه عندي ارض كالسية ونسبة كربونات الكالسون فيها عالية والبي ايتش فيها عالي والحديد هيحصل له مشاكل والعناصر الصغرى هيحصل لها تسبيت. كل ده كلام ناس مختصين على فكرة انا بوقفش عنده لانه شارحوا قبل كده الفيديوهات كتير. تمام? القصة دي كلها جماعة الخير اه اقدر اتغلب عليها. تمام? فانا عندي اراضي طنية وعندي اراضي رملية وعندي اراضي كالسية تمام? وعندي اراضي الحمر اللي هي بتاعت سوريا دية اللي بيسود فيها اكاسيد الحديد والمن اجمل وانضف الاراضي. اراضي الرملية الى حد المك وهيسة جدا في الزراعة الخضر بالذات تحت البيوت المحمية ممتازة جدا. اراضي طنية انا ما بيعاويلش عليها ويريك لو عندك اراضي طنية هتعمل لك مشاكل كتير. مشاكلها باختصار الاراضي الطنية زي ما قلت لك من شوية بتحتفظ بالمية. احتفاظها بالمية ده هيعمل لي مشكلتين. تمام? هيعمل لي مشكلة ان انا الرطوبة الارضية هتكون زايدة وعندي الرطوبة اللي هتتبخر من من التربة ديت هتكون برضو الرطوبة الجوية هتكون عالية. طب رطوبة جوية عالية ورطوبة ارضية عالية. ازا فعندي مشكلتين بالنسبة للامراض الفطرية. عندي الامراض الفطرية في الجزء اللي هو الهوائي اللي فوق سطح التربة من وعندي الجزء اللي هو الجزور اللي موجودة تحت تمام طيب النفوق ده فيه مشكلة طبعا عندي ندوات عندي لفحات عندي بايات دقيقة عندي بايات زغبية عندي كل الحاجات دي هتعمل لي مشاكل ورطوبة هتزودها ودول بيزيدوا مع الرطوبة الزايدة تمام معظمهم يعني تمام طيب بالنسبة لي بالنسبة لي الواحد هيقول لي لا بالنسبة للجزء بقى اللي تحت اكيد طبعا فيه رطوبة عالية تحت تمام في التربة في سوق تهوية اساسا في التربة فاديا على طول هيحصل لي حاجة هي ايه اعفان الجزء ده بالنسبة للجزء اللي تحت واحد هيقول لي هنحط الملش الملش بردو ملش هيعمل لي تخفيض في الرطوبة الجوية ولكن في الرطوبة الارضية اعتقد الملش هيكون خارج نطاق الخدمة يعني بالعكس ده هيزود الرطوبة وهيسخن التربة فاكيد هيبقى فيها امراض فطرية بس مش مستحيل انها نزرع فيها هزرع فيها ولكن اللي يزرع فيها يكون بطل الله ليه درقائد بعد ما اخذنا المية والطربة ونوعيات الطربة ان ياريت المشروع بتاعك يكون جاب العمار عشان من الاخر يعني فيه عمار مستديمة طبعا ده ما تفرقش المشروع هيكون في الوحاك هيكون في اي مكان في الدولة اللي تعمل فيها في السعودية في الكويت في الهراء في اي حتة طالما متوفر العمالة ما عنديش اي مشكلة خالص ولكن بالنسبة للناس اللي هي العمالة بتاعيدتها يومية لازم المكان يكون قريب من المدن تمام الا اذا وجد معوقات تالية تمنع ان انا اعمل المشروع ده اول تمام بعد كده يا جماعة الخير المدن تكون هرئيبة منك برد عشان التسويق ما انت مش هتعمل اه من اليوم هتعمل اه هتعمل اه هتعمل مشروع اه بين وبين اقرب مدينة مثلا خمسموت ستموت كيلو ده غلط يا جماعة ما يفعش لان الشحنة اولا الخضر ما بتحملش ثانيا اجرة الشحنة هتكون عالية فمشكلتها مشكلة بينا المهم بقى ان قبل ما تخطط لي البيوت المحمية خطط انت هتعمل بيوت المحمية دي اه هتعمل حالة من الاتنين اه مجمعات ولا هتبقى سينجل مفرد دي حاجة تخصينا يعني انت هتعمل مجمعات دي حاجة تانية خالص تمام طيب خليني من الحل تدي دي دلوقتي وخليني اقولك نوع البيوت اللي انت هتعملها اه دية اللي هي هتخصينا البيوت هتبقى مكيفة مبردة ولا هتبقى على فكرة لما بنقول مكيفة في صوب مبردة وبرضو فيها تكيفات فيها مكيفات فيها اسبتها سخنات او هيتر بالنسبة للشتة تمام وانا عارض الكلام ده فيديو عندي كان عندي قبل جدا تمام فهعمل انا البيت دهوت هيكون البيت ده هيكون مجمع مبرد ولا هيكون عادي لو انا جيت لدولة زي من اي دول الخليج مثلا وقلت هشتغل اه طبعا معادة بعض الاجزاء مثلا من دول الخليج بتبقى فيها البيوت مبردة فعادي ممكن نشتغل عادي في البيوت العادية يعني من غير مبرد مثلا تمام ولكن في بيوت في اماكن مثلا زي الكويت مينفعش ان انا ازرع فيها الا لازم يكون مبرد تمام واحد هيقول لي طب يعني البيوت العادية متينفعش فيها يقول لي كنتينفع بس مش هتزرع في الشتة بس طب انت هتجيب عمال هتشغلها في الصيف هتشغلها في الشتة وتقعتهم في الصيف مينفعش لازم المشروع يكون مبرد تمام طيب بالنسبة ليه ايهم افضل المجمعات ولا البيوت المفردة والله المجمعات ديت انا عن نفسي برتاح لها اوي ليه في عندي يعني مرونة في ان انا اشتغل في مرونة في ان انا اشتغل تمام اما البيوت السنجل ايه مشكلتها المفردة يعني والمفردة ديت يا جماعة بتبقى المقاييس بتاعتها بتبقى تسعة بستين او تسعة فاربعة وخمسين وفيه الستة في الستة فاربعين تمام طيب افضل هم ان ما تزويتش المسافة يعني انا بالنسبة لي اللي هي الواسعة شوية ديت اللي هي التسعة فاربعة وخمسين افضل هم يعني المهم المسافة من الباب للباب دا ما تكونش طويلة بالنسبة للبيوت العادية او السنجل علشان التبريد فيها هيكون اه كويس والافضل انك تبقى من مجمع او تعمل اللي هو اللي هو الملتسبان والمسموء اللي هو اللي هو الشبكة النت ده الشبكة النت ده طبعا تعمل لك فادنان تعمل لك اتنين ما عندك مشكلة خالص هي الحكاية وما فيها ان هو بيعمله طبعا من الخشب وما شدود عليه السنوك تمام بتشوفوه انتو في مصر معمول كتير زيتك عدت العنب كده باختصار خالص تمام ويبق عليه شبكة نت وتحت شبكة النت يبقى فيه بلاستيك تمام اذا جيه الشتة تمام بنسيب بنفرج البلاستيك والنت فوق تمام اذا جيه الصيف باللم البلاستيك ونسيب النت فوق عشان يعمل تقوية تمام طيب بالنسبة ليه البيوت المحمية ان انا اعمل كتير انا ما يخصنيش الكمية في البيوت المحمية اللي هي المبردة الدقة او المجمعات المجمعات ديه تجمعه دايما من المروحة خد بالك من دي كويس من المروحة لخلايا التبريد المفروض ما تزدش يعني عن ستة وثلاثين متر تمام بتسيب مترين هنا او سبعة وثلاثين متر بتسيب مترين جنب المروحة وتبدأ تزرع وتسيب مترين جنب الخلايا التبريد وتبدأ تزرع يبقى اربعة متر طلاعين خلص من البيت المحمي يبقى كل اللي عندك اساسا عندك قد ايه؟ عندك كل اللي عندك اللي هما الثلاثة وتلاثين متر اللي انت بتزرع فيه تمام؟ بس كده طيب بالنسبة للطول للعرض بتاعها اعمل يبقى تعمل خمسين قوس ما عندك مشكلة ولكن كل مكان العدد اولي كل مكان اوضل المفروض قياسيا يعني انا بقول تمانية العشرة كويس جدا المجمع يبقى تمان اقواس او عشر اقواس ممتاز جدا طب ليه؟ عشان يا جماعة لو حصل مثلا قدر الله ان انا زرعت مجمعات مجمع واحد زرعت الطماطق حصلت فيه مشكلة مثلا تمام؟ نولياكم مثلا العفن الرمادي بانتشر بسرعة جدا تمام؟ يبقى انا تلاثة اربعة ايام كده هشيل ليه؟ لان الدنيا هتخرب عني طيب انا لو عندي البيت ده فيه والبيت ده ما فيهوش لا هاقدر اتصرف تمام؟ فمشكلة الامراض عندي عشان لما يظهر مرض اقدر اسيطر علي يعني لما يظهر مرض مثلا فيه عشر اقواس ممكن اعالجهم ما يتنقلش للعشرة التانين فيه ناس بتعمل ستاشر فيه ناس بتعمل عشرين ده مشروعات كبيرة بيعمل فيها عشرين عشرين قوس مجمعين مع بعضهم ده غلط عشان بس قصة الامراض لو انتشرت وقصة اننا يكون عند مرونة يعني انا عزرة ازرع العشر اقواس ده هم اتخيار وعشر اقواس تانية هزرعهم طماطق تمام؟ لا الرأي والتسميت بتاعهم مش واحد فيه اختلاف بالنسبة للمرحلة العمورية بتاعت المراحل النبات نفسها من حس تجزير نموه الخضري للاصغار للجمع والكلام ده كله اللهم غيث النافعة بعد كده بعد ما قولنا القصة دي بالنسبة للاغطية بقى نوع الاغطية احنا عندنا الاغطية البلاستيك طبعا البلاستيك كلنا عارفينه وعندنا البولي كاربونايت وعندنا الفايبر جلس وعندنا الزجاج كمان الازارس طيب بالنسبة للزوجات طبعا مش مشهور بصراحة مش مشهور وان كان فيه الزوجات دلوقتي بيبقى فيه اه طبقات زي اللي شفته الادارات اللي بتبقى او الادارات بتاعت المشروعات الكبيرة اللي فيه بقى كده الازاز لونه ازرق سلطانة عمال الجماعة الصينيين عاملين بيت بستكلفته عليه جدا يعني كمان ان هو يعني بيت دي مزم التزليل وبيحوش بعض الاشعة اه اللي هي قد تضر بالنبات يعني او بقلل من طوله الموجة الموجة الضوائية تمام؟ فقا اه وعندنا الفايبر جلس اللي هو الالياف تمام؟ عند الفايبر جلس انا ما بحبوش عن نفسي وليه ما بحبش الفايبر جلس؟ الفايبر جلس مشكلته يا جماعة الخير انه بيقعد اربع سنين بالزبط كده خمس سنين بكتير وبتلاقي لونه ابتدى يبقى اصفر تمام؟ بيتأثر عنده تأثير جامد بالعوامل الجوية سواء الشمس او حتى راح لما بتقوموا بتجيب تراب كده بيعمل وخدوش فيه فبيعمل مشاكل وهي الإضاءة فيه بتقل عن عمره قليل جداً ثلاث ربع سنين بتلاقي الإضاءة قلت جداً فيه كمان البلاستيك انا ما بحبزهوش لان البلاستيك طبعاً بالنسبة للناس اللي على قدها البلاستيك زي الفل ما عندكش مشكلة خلاص بس يا ريت حضراتك تجيب البلاستيك لبيتين موكروني المويدين موكرون ممتاز جداً ممكنه عدد 3 و 4 سنين لو انت حفزت عليه واللي شده شد كويس من الاول هيبقى كويس معك ما عندك مشكلة فيه كمانا بالنسبة للفايبر جلس انا بصراحة اكتر حاجة افضل انا اشتغلت على كله الحمد لله افضل هم الفايبر جلس بامان البولي كربونايت اسف 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 البولي كربونايت افضل هم البولي كربونايت البولي كربونايت من الحاجات اللي بتدي اضاءة كويسة جداً وحتى را عملت عليه تظليل وروح تتغسيله تاني بطينا ولا حاجة وروح تتغسيله تاني في الصيف بيتلاقيه بقى كويس جداً البولي كربونايت النهاردة عندي مثلاً البيوت كت مضلمة ما هو عانى في مشروعه فيه هوى وفيه 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 عندي تظليم الظلام او الاضاءة مش كويسة النهاردة جي شوية مطر خلو البولي كربونايت انه لسه طالع من مصنع مع انه متجتب من 4 سنين او 5 سنين اهلاً بحضراتكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة